اشتركوا في القناة اللي بنستعمله في تحضير الاشكال اللي بنستعملها على القب كيك على التورت على الجاتوهات على معظم الكيكات بتاعتنا تديها منظر جمالي طبعا انا بستعرضه قدامكم وهو شوفوا الاشكال جميلة ازاي بسم الله ما شاء الله الشكل جميل وطحفة وهنشوف مع بعض اثناء الفيديو احنا هنطلع الاشكال دي ازاي وهتطلع معنا سبتة ازاي الوانها يلا بينا نسمي بالله ونصلى على الرسول ونستعرض مع بعض الورق بتاعنا ورق الترانسفير الورقة بتبقى كبيرة بالشكل ده معايا الوردة معايا القلب معايا وردة تانية هي بيضة فاصفر الوان كتير واشكال كتير والاحجم بتاعها زي ما احنا شايفين كبير واستخداماتها جميلة وهيلة وبتدينا مناظر جميلة ومعايا كمان فرع الشجرة الاصفر ومعايا كمان منو فرع الشجرة الاخضر ومعايا القلوب الوانها الجميلة ودي رسمة الفيونكا رسومات جميلة وهيلة وانا مش هستخدمه كله انا هقسم من النص كده وهاخد نص الورق معايا والنص التاني هشيله لما عاوزه ومعايا هنا شوكولاتة درك وشوكولاتة بيضة انا بحب نوع سماء شوفي انت بتحفضلي ايه نوع اللي انت بتحبيه وشغال معاك كويس استعمليه هبتدي اكسرها بالشكل ده اتكسرت معانا هبتدي افضيها معايا في طبق التحضير بالشكل ده ومعايا كمان واحدة تانية شوكولاتة الاولاد بيحبوها اكل ونصها معايا هكسرها برضو عايزة تبشوريها براحتك عايزة تكسريها زي ما انا بكسرها كده براحتك وهنحطها على حمام اه مائي او هتحطيها في الماكرويف اه هتطلع معنا على طول واس استخدمي معاها معلقتين زيت عشان تدينا اللمعة اللي احنا شايفينها دي وعلى ما تفق معايا هتدي اه انزل بيها وهي سخنة لازم شارط اه لأوراق الترانسفير عشان تطلع معاك الشكل زي ما هو ان الشوكولاتة بتاعتي تكون سخنة تنزل سخنة في الورق بتاعي عشان تاخد الشكل الجمالي بتاع الورقة زي ما احنا شايفين كده وبابتدي كده حط حبة بالمعلقة واوزعهم في كل اجزاء الورقة عشان تديني الشكل ودي رسمة الوردة برضو هحاول ادخل كده زي ما انتو شايفين انا حابة ان انا وريكم التفاصيل عشان الناس اللي بتيجي تستعمل ورق الترانسفير بيطلع منها اه مكسر لا مش مكسر ولا حاجة انت بتملي كل الفراغات بتاعتك بتحط كمية محترمة اه من الشوكولاتة اه بتبقى سندة نفسيها كده عشان لما جي انزلها بعد ما بتبرد بتديني الشكل الجمالي بتاعها زي ما احنا شوفنا في اول الفيديو اهو كمية حلوة بحطها في النص وبعدين ببتدي امشي على الفراغات بالمعلقة بالشكل اللي احنا شايفينه ده ودي معنا الشوكولاتة البيضة برضو هننزل بيها على القلوب اهم حاجة يكون الشوكولاتة معايا سخنة عشان تنزل على آآ اللون اللي قدامنا ده تطبع فيه اللون يطبع فيها لما تبرد ونيجي ننزلها مع بعض زي ما احنا شايفين كده احنا بنحط كمية حلوة كمية مناسبة للشكل اللي قدامنا وبنبتدي نوزعها بعد كده بسيبهم على جنب طبعا احنا في الشتة دلوقتي فمش هياخد معايا وقت على ما هخلص ورقة من ورقات الترانسفير هتكون التانية بردت اهي زي ما احنا شايفين كده دي رسمة الفيونكا بردت على طول انا ما حطتهمش كمان في التلاجة محتاجتش ان احطهم في التلاجة عملتهم كلهم وملتهم وحطتهم جنبي عبل ما خلصت كانوا كله نشف بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبيطلع زي الفل زي ما احنا شايفينه كده اهو بيطلع الوحدة بوحدتها مش متكسرة ولا فيها اي حاجة زي ما احنا شايفين كده بس من الافضل ان الشوكولاتة تكون سخنة احنا شايفين معانا اتنين همت اه الشوكولاتة كانت برد عليهم فما خدتش اللون كويس كل ما الشوكولاتة بتاعتك تبرد هتحطيها على بخار المياه شوية او في الميكرويف شوية اه ديئتين تلاتة تدفع معاك تاني ترجع تشتغلي بيها طبعا انا عاملة كمية معايا عشان اورها لكم وعشان كمان هنستخدمها في فيديوهات جاية فيه اه القاب كيك مع القاب كيك مع الطرط مع الحاجات الجميلة انا طبعا بحب الشوكولاتات جدا وبحب فيديوهات الشوكولاتة جدا جدا وبحب اشكالها الجميلة زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله الاشكال جميلة ومبهرة وروع يا جماعة اشكالهم جميلة جدا جدا محتاجتش ان انا دخلهم في التلاجة الوانهم جميلة القلوب ويفرع الشجرة والورد وكمان معايا علبة اه محكمة الغلق طبعا هحط فيها الكمية اللي انا عايزاها ودي كانت وصفتي النهاردة ليكم اذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك في الشير سابسكرايب بتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد